بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على تيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى الحبابين يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنتمنى لكم الصحة لأن الصحة هي كل شيء الصحة والمال والوليدات والله يخليهم لكم ويعطيكم صححتكم وينولكم اللي في بالكم في هات شهر رجب وليس يتمنى شي حاجة في البنيات اللي بغين تزوجوا الله يسخر لهم إذن اليوم معنا واحد وصفة رائعة وأكتر من رائعة لتسخير كل شيء سبحان الله يسخر لك الله الوليدات يسخر لك الراجل يسخر البنت اللي بغى الزواج البنت اللي بغى جدب الخطيب أو الحبيب البنت اللي بغى تجدب العمل البنت اللي بغى تجدب أي حاجة بغاتها سبحان الله لها طاقة إجابية إذن يا مسخر الرياح تسخر لي كده وكده يا مسخر الرياح يا الله تسخر لي هذا الأمر إذن عندنا اليوم مع لتسخير القلوب أبناء آدم وأبناء حواء إن شاء الله المحبة والطاعة سبحان الله يكون عندك الطاعة وتكون عندك المحبة والتسخير الأمور لأن الناس محتاجين التسخير بعد الأحيان تكون العكس تكون طاقة سلبية عندك لأن نحس ليطك بالتابعة اللي عندك التابعة تتكون بعد الأحيان متبوعة بتوابع من الوالدين ومتبوعة تابعة جبتيها بالعين والحسد والتابعة تابعة موروطة بعد الأحيان تكون تتابعة موروطة من الأم أو الأب عنده تابعة وما حيدهاش وورتها الولاد إذن بغينا اليوم نحطوا واحد تسخير باش نحيدوا النواحس ونكونوا فاتحين واحد الباب ديال الفرج إن شاء الله تنطلبوا غير صدر بلحن الكريم هو اللي تيحم هو اللي تيعطي هو اللي تيوهب هو اللي تيدير الأسباب لأن ما عندنا تتشي باب إلا باب الكريم باب الرحيم شحال من واحد عنده مشاكل ولكن تينسى واحد الباب هو باب الرجاء باب الرجاء هو باب الكريم هو الله إذن ما تتهوش على باب الكريم هو باب العطاء لا ينفد لأن الله سبحانه وتعالى تعطيك ولكن ما تيمنش عليك أما العبد لا تعطيك تيمن عليك تيقول لك عطيتك دائما لمن ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه اسمه الكريم الكريم هو اللي تعطي هو اللي تيقلع هو اللي تيمنع إذن إلا طلبتيه في تولوت الليل أو طلبتيه في جو في الليل سبحان الله له كرمات وله العطاء المفرد هو الله الكريم إذن غادي ناخد الحمل بالنية تسخير العمور لأنكم غادي تشريه من عند عطار قبلي دائما سنقول لكم عطار هذه في الموروج الشعبي المغربي تشريه من عند عطار قبلي قبلي تكون قبل إلى القبلة دائما عنده العشوب مشمشين وتكون عنده الرواج تيبيع عشري وتنتي بغيتي واحد العطار اللي يكون سبحان الله التجارة دياله مفرحة إذن تنبغيو ندقو على باب الفعل إذن من باب الفعل أنك تدقي على عتبات تكون مباركة إذن غادي ناخد هاد ناخد هاد الحمل وغادي نديرو فيديا وغادي نقرأ عليه صورة الناس 11 مرة صورة الناس فقط صورة الناس 11 مرة وغادي ندير الدعاء غادي ندير الدعاء غادي نديرو 3 مرات الدعاء ديالي هو ترجمة نانسي قنقر إذن غادي نتقرأها ثلاث مرات اللهم يا مسخر الرياح تخر لي هذا الأمر تخر لي زوج حبيب خطيب فلوس مال رزق تخر لي أبنائي للسمع والطاعة تخر لي خطيبي للزواج يدخل العتبة تخر لي عمل نداوم عليها صورة الناس 11 مرة دائما والدعاء بخصوصا إلى قريتها وتبخرتي سبحان الله سيكون عندكم تسخير قوي بإذن الله اللهم سخر لي قلوب بني آدم وبنات حواء بنات حواء بالمحبة بالمحبة والطاعة كما سخرت الرياح والجن والإنس لسليمان بن داود عليه السلام إذن هذه غادي تقرأها على نية التسخير وغادي إن شاء الله يكون عندكم تسخير قوي جدا إذن بغيتي تسخري أي حد بغيتيه للطاعة والمحبة أولادك نجبدل أسماء ديالهم المحبة والطاعة يسمعوا كلامي ويطعوني على نية المحبة دائما المرأة التي يكون عندها الزوج نافرها الزوج ديالها نافرها وما عندش المحبة بينه وبينه تديرها تشري الحرمل تاخد ميتين وخمسين قرام ميتين وخمسين قرام غير بعشر دراهم وغادي تنفعك بزاه في أولادك في كل شي غادي نحاول نقرأ عليها ونفت نقرأ ونفت يريد تضيف لها قليل من المسك الأسود أو مسك طهارة المرأة التي لديها مسك طهارة تدير وقليل منه سبحان الله أو الريحة ديال راجلها أو الريحة ديالها وتحاول أنها تبخر ما بين الدهر والعاصر هذا البخور الناس اللي بغين المحبة والطاعة والسمع حيث أي حاجة في السمع والطاعة تقدر يتبخري مع المغرب تقدر يتبخري ما بين المغرب والعشاء الناس اللي بغين الفصخ ما بين الصبح والدهر والعاصر إذن الناس اللي بغين السمع والطاعة تقدر يتبخري مع المغرب إذن اللهم سخر لي قلوب بني آدم وبني السحواء إذن للمحبة والطاعة أو سخر لي فلان ولد فلانة بالمحبة السمع والطاعة فلان يجي للدار أو يجي للعتبة يخطبني زوج بي أي حاجة أبغيته اللهم سخر لي عمل أو سخر لي زوج أو سخر لي مال أو سخر لي نصيب في هذه الحياة أو سخر لي أي حاجة سفر أي حاجة بغيتها غد تكري الحاجة ديالك على نية أنك بغيت هذه الحاجة إذن هذا الشحر الخاص اللي نتبخر نتبخر مدة أسبوع الوقت اللي تكون غادل أي مكان نتبخر به غادي نديره في واحد الوعاء ونقام نتبخر به أو نديره في شي وعاء أو نديره في شي صشية ونعقدها مزيان ونخليها مبين الملابس ديالي ودائما نبخر بها ندير هاد المبيحرة بحال هادي ونحاول أنني نبخر نحط هذه الفحم الدائري نحط الفحم الدائري ونتبخر أو نبخر العتبة ونبخر التياب ديال الشخص المعين بحل المرأة اللي عندها مشاكل مع الزوج ديالها وما عندش تسخير معه ما سيعطيهش الفلوس أو أنه شحيح معها أو أنه دائما تيفتاع الصداع معها تدير لي التسخير بأنه يبقى دائما مزيان معها وبالمحبة والطاعة لجلب المال أو يعطيني على الأقل يكون معك مزيان إذن التسخير مش عيب تسخير أنك تكوني ديريه ولكن على نية الحلال الطيب حل البنت لبغى خطيب خطيب معها سنين أو معها عام أو عامين وباقي ما تخلش العتبة حرام أنه خص يدخل ويتزوج بها ويتجمعه في بيت واحد إذن هاد الهدراء اللي تنقول يرا في المعقول لكل وحدة سمعتني أن الله سبحانه وتعالى غايد يعونها في التسخير إلى درتيف هاد الأيام المباركة في غير كلام الله وفي صورة الناس حتى المنع اللي تيجيك من القرين أو الوسواس صالحة لي صورة الناس لأن صورة الناس رائعة في التسخير الناس وفي تسخير الناس اللي عندهم الوسواس الناس اللي عندهم تتردوا في أمورهم ندير أو ما ندير سبحان الله نزينا لها هاد تسخير إذن حبابي تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى أنكم تخليوا تعليق وتخليوا طاقة إيجابية بالصلاة على الحبيب وربي عونكم إذن بارتجوا هاد الفيديوهات لعله وعسى يعونوا بزب الناس محتاجين لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته